اهلو اتفضل اهلو ايوه اتفضل اهلو السلام عليكم وعليكم السلام عليكم شوناك شيخنا والله بخير حيال حضرك سني ولا شيعي انا شيعي الحمد لله الحمد لله ان انا ما سني بقول لك ان الوقت عندنا سؤال بماذا استفادت الامة من عصمة الاثنى عشر بقول الحمد لله ان انا سني ممكن اتسأله السؤال لا حبيبي هي الشجاعة من العصمة الشجاعة من العصمة نعم الشجاعة من العصمة المعصوم حدك الاثناشر هرب ليه؟ المعصوم هو مهديك هرب ليه؟ الامام المهدي هذا امام زماننا ايوه هرب ليه حضرتك يعني لما هو هي العصمة من الشجاعة يعني عنده عصمة يبقى عنده شجاعة يبقى هو هرب ليه طيب؟ ما هرب؟ ما هرب؟ امراح في اين؟ اه حبيبي اسم الامام المنتظر شجاعة من المنتظر يا منتظر منتظر يا منتظر ايوه انتو المنتظرين انا المسأل ما فيش مشكلة انتو منتظرين الدنيا منتظرها هو منتظر الوحي الالهي او الامر الالهي بان هو يظهر ما فيش مشكلة لكن هو في الاخر في البداية خالص لما تولد وبعد ما بقى شاب كده حلو ويوزي كده راح فين بس نسمول اختك هي رواية هي حكم من رب العالمين هذا الشي اه يعني احنا المفروض انه هو هرب 1280 سنة وما نسألش هي كده حلو حكمة من رب العالمين طيب يعني هي حكمة من رب العالمين ان احنا لابد للامة من معصوم حكمة من رب العالمين لابد للامة من معصوم وحكمة من رب العالمين ان هو يحفر معصوم وحكمة من رب العالمين ان احنا نبايع المعصوم وحكمة من رب العالمين ان احنا ننتظر المعصوم حلوة كلها حكم في حكم بصراحة احنا بناخد منين احنا بناخد من مين انتم من ربكم الله نبيكم منه محمد مصح مين اللي قال الكلام ده مين اللي قال الكلام ده موصح له لا مين اللي قال الكلام ده نبيكم محمد لو لا احنا نبينا محمد ايه سنة لو لا سنة نبيكم محمد اول مرة اعرف الكلام ده والنبي محمد قال علي مني وانا من علي حلوة استفدنا احنا كده العصمة انت كده اقنعتني بموضوع العصمة وموضوع المهدي المنتظر انتو ربكم الله الله عز وجل ونبيكم محمد طب النبي صلى الله عليه وسلم قال عليهم مني وانا من علي طيب طريق خطأ طريق الكلام طريق خطأ ايو طريقنا خطأ نصحح نهاردة احنا فتحيني الحالة ادين شان نصحح شكرا لي اشتركوا في القناة